السلام عليكم أصدقائي وإياكم أنس لا تنسى الصلاة على النبي سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس لأصلكم كل جديد العراق النوح درويش صاحب العمر 16 سنة ساهم بالفوز الثالث تواليا لمنتخب ألمانيا سجل هدف التقدم الأول في المباراة التي انتهت بالانتصار على اسكتلندا بثلاثية نظيفة تعهل بها الفريق لربع نهاية ومورد بالناشئين بالعنامة الكاملة الخميس القادم موعد مباراة منتخب شباب العراق أمام تونس مباراة ستلعب بشعار الفوز فقط لكل الفريقين نتمنى تدارك الموقف وعودة الروح لمنتخبنا العراقي للشباب قبل مباراة المهمة ماما انجلترا نهاي برئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود يقول مدرب المنتخب الأول خصوص كاساس وضع عيونه على ستة أو سبعة لاعبين من منتخب الشباب وهذا سيكون حافزا إضافيا لهم هناك نهضة نوعية في الكرة العراقية في الآونة الأخيرة بعد استضافة كأس الخليج في بداية هذا العام وقبلها بطولة غرب آسي 2019 لذلك أفر من اللاعبين الموهوبين الذين نحتاج لمساعدتهم وتسهيل الأمور الإدارية حتى يقدموا مستوى جيدا في كأس العالم تحت عشرين عام بعد الخسارة أمام الرغواء بالرباعية مدرب شباب العراق عماد محمد يقول مشاركتنا في كأس العالم هدفها كسب الخبرات ستة لاعبين ليسوا بأمهم واعتبروا كأس العالم مهمة كبيرة حصلت أخطاء واستغل الأرغواء هذه الأخطاء شن رأيكم التصريح عماد محمد مدرب شباب العراق خسرنا ثلاث نقاط وتبقت ست نقاط ويمكننا نحوده تدربنا على الكرات الثابتة لكن الرغواء يتميز بالقوة البدنية التي تفوق فيها علينا سنعم على تصحيح الأخطاء في المباراة القدم والتفكير بالعودة الواجهة من جديد كسب الخبرة وكيفية التعامل مع المباراة الكبرى هي غاية أساسية من المشاركة المونديالية جاوبوا بكل سراعة كيف تقيم أداء المدرب عماد محمد بعد ثلاث سنوات من البناء مع منتخب الشباب مدرب منتخبنا الوطن العراقي خيسوس كاساسي يقول هذه هي كأس العالم والخصوم على مستوى عالم فخور بلعبين نافسوا بشكل جيد وهذه التجربة ستساهم في المزيد من التعلم هيا بنا إلى المباراة القادمة المدرب العراقي عدنان محمد أبو سعدية يقول التنظيم الدفاع السيء والثغرات وراء الخسارة القاسية أمام الأرغواء حدثت أخطاء بمراقبة اللاعب القادم من الخلف وعدم الضغط بشكل صحيح على حامل الكرة التشكيل الأساسية لم تكن بالمستوى المطلوب وعدم وجود مهاجم صريح أثر بشكل كبير علينا تغيير مركز علي جاسم أكثر من مرة أفقده الكثير من مميزاته على الكادر التدريبي تصحيح الأخطاء واستغرب وجود أسهر علي كمهاجم مع منتخب شباب اختيار البلد وزر العراق كيفين يعقوب ضمن تشكيلة أفضل لاحبي الأسبوع في الدور الدنماركي الممتاز الاتحاد العراقي أعلن حرمان مدرب مصافي الوسط عن مجيد لمدة سنتين من العمل في مجال كرة القدم بسبب تصريحاته عن إدارة ناديه ونادي الميناء لجنة الأنضباط تقرر حرمان جماهير كربلاء من التواجد في مباراة فريقهم أمام الزورة وبالتالي المباراة ستقام من دون حضور جماهيره لقطة من مباراة يوم أمس مدرب الأرغواء يستشير المحلل الفني خلال سير المباراة فريقه الأرغواء أمام العراق لأجل الوقوف على مردود لاعبيه أثناء المباراة عبر جهاز الجي بي اس والمنتصل مباشرة بالأقمار الصناعية هذا الجهاز يزود المدربين بمعلومات مباشرة حول معدل مسافة تركض اللاعب في الملعب ورسم الحراري لتحركاته وإضافة إلى القياسات الحيوية لجسم اللاعب برأيكم هذا الجهاز بعد لا تمس أن يدخل للعراق الدول العراقي ميرخاز دوسكي شارك بمباراة نادي سلوفاسكول 9 دقائق من الشوط الثاني بمواجهة حامل اللقب سبارتبراغ التي انتهت بالتعادل سلبي في الجولة قبل الأخيرة للدورة تشيك الممتاز صفوان عبد الغني يقول من يدعو الله بعدم التوفيق لعماد محمد مع المنتخب لمجرد أنه يكره الكابتن عماد فهذا ما ريض نفسي بحسب المصادر الشرطة سيعدل عن قراره بالانسحاب من دورة الطالة وسيعل مشاركته في البطولة بشكل رسمي قريبا ترجمة نانسي قنقر